مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أطلق وزير السياحة والأثار نايف الفائز المرحلة الأولى من مشروع تأهيل درب الحج المسيحي في جبل نيبو بمحافظة مادبة بحضور رئيس مجلس رؤساء الكنائسي في الأردن المطران خريستوفورس عطالة والمطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن وعدد من ممثلي الكنائسي في المملكة وأشار الفائز إلى أن المشروع يعد من أبرز المعالم السياحية والدينية في المدينة ويهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للزائر وتعزيز المنتج السياحي في المنطقة مؤكداً أهمية الإرث الحضاري والتاريخي الذي تتمتع به محافظة مادبة بدوره أوضح أمين عامي وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجزين أن المشروع سيشمل تهيئة مسار الحج المسيحي بطول نحو 30 كيلومتر